بكل بساطة شديدة مصر محتاجة فلوس يأما نشتغل وننتج ونبيع يأما زي أي بلد في العالم ممكن نعمل قرد ويبقى ليه فوايد على فكرة أي بلد في الدنيا بيبقى عندها مديونيات يعني مش مصر بس اللي هي عندها مديونيات لا كل بلاد العالم عندها مديونيات بس اللي بتفرق من بلد لبلد إن احنا بنعرف نسدد ولا ما بنعرفش بنعرف ننتج ولا ما بنعرفش بنعرف نصدر ولا ما بنعرفش كلنا عارفين إن الاقتصاد المصري في حالة بكل صراحة انهيار وفي خطر الحكومة الحالية والحكومة اللي قبل كده والمجلس العسكري ورجل الشارع عارف إن احنا في حالة لا يرسلها في الاقتصاد المصري وإحنا عملنا الثورة دي كلها على فكرة عشان نعرف نعيش وناكل ونتعلم كويس ويبقى صحتنا كويسة ونشتغل برضو مفروض كويس كثير من الأراء السياسيين والاقتصاديين والمفكرين والأدباء عندهم بعض الحلول ممكن تكون حلول خيالية أو ممكن تكون حلول على أرض الواقع ممكن تتحقق أو ممكن يبقى لها عائد بشكل أو بآخر تساعد الاقتصاد المصري معايا فكرة النهاردة مع ضيفي العزيز فكرة محتاج المسؤولين في مصر إنهم يسمعوها كويس فكرة محتاج كل مصري جو مصر أو برا مصر يسمحها كويس معايا ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي خير صباح خير يا فنو صباح النهار إزاك أستاذ فكرة حضرتك مش أنا اللي هقولها حضرتك اللي هتقولها البداية إن حكومة دكتور عصام شرف ثم حكومة دكتور الجنزوري وأثناء إعداد الميزانية العامة للدولة قالت إحنا عندنا عكس مقداره 134 مليار جنيه ثم جاءت حكومة دكتور جنزوري قدرت إن العجز سيزيد إلى 185 مليار جنيه عجزي بقى هنجيب الفلوس من إن الحكومة اتعودت في السنين اللي فاتت إنها تمول هذا العجز من الاقتراض من الداخل اللي بنسميه الدين الداخلي من البنوك تمام في تصور دلوقتي قالك طب إحنا لو خدنا فلوس كتيرة من السوق من البنوك دلوقتي طب ما إحنا عايزين البنوك تشتغل عايزين الفلوس اللي إحنا هناخدها من البنوك تروح لمستثمرين عشان يعملوا مشروعات طب خلينا ناخد جزء ونبحث عن قروض من الخارج نعم وصلوا إلى رقم إن إحنا محتاجين كحكومة إن إحنا نقترض من الخارج 12 مليار دولار يعني إدرب في ستة بتتكلف 72 مليار جنيه هرجعك إلى أول مؤتمر صحفي عقد الدكتور كمال الجنزوري بعد أداء اليمين قال إحنا صندوق النقد الدولي اللي إحنا طلبنا منه 3.2 مليار دولار قال أنا هتديكم الفلوس دي بس حاطة شرط إن إحنا إن الحكومة المصرية تخفض قيمة الجنيه يعني اللي كان دخله مثلا ألف جنيه بعد التخفيض ممكن يلاقيه هو هو الألف بس الحاجات اللي أشتريها توازي 700 أو 800 جنيه أنا فكرة إن إنت هتروح تاخد قروض من بره تصنيف الاقتماني بتاعك دلوقتي ضعيف بمعنى إيه؟ إن في مؤسسات مالية دولية بتقول محدش يسلف حكومة المصرية دلوقتي عشان عندها مخاطر عندها غموط سياسي طيب نعمل إيه في 12 مليار دولار وهل فعلا من صالح مصر إنها المديونية بتاعتها الخارجية ترتفع هيا دلوقتي في حدود 28 مليار دولار هل نضيف عليها 12 مرة واحدة ونحمل الأجيال القادمة مديونية أكبر؟ طيب لو أنت السنة دي خدت 12 مليار دولار وعندك عاجل طيب ما السنة الجاية هتعمل إيه برضو؟ فجأة هندخل في دايلامة كل شوية هتزيد المديونية القريجية أنا قدمت تصور أو مبادرة أو فكرة أو اقتراح مبنية على إن عدد المصريين اللي عمليون في الخارج 10 مليون مصري كلهم بلا استثناء لا يقولوا عنها وطنية إلا ميزيدوا فكرتي أيما على إن القوة العمل الرئيسية وفق الإحصائيات عند هؤلاء المصريين اللي بيشتغلوا عندهم دخول سابطة واوة في حدود 65% يعني 6.5 مليون مصري الفكرة أيما على إن إحنا بمناسبة العيد الأول لثورة الشعب العظيم في 25 يناير اقتراح بيقول لو كل مصر من أبناء مصر اللي عمليين في الخارج ذهبوا يوم 25 يناير نعم وكل واحد أوضع في حسابه ألف دولار حيدخل في هذا اليوم 6500 مليون دولار أي 6.5 مليار دولار أي 50% من إجمال الفلوس اللي مصر عايزها كويس هذه الفلوس المصري في الخارج مش هيقدمها دعم للحكومة ولا مساعدة ولا منحة ولا تبرع ده أنت يا مواطن يا مصري عامل في الخارج حطي الفلوس دي في حسابك الشخص يا فلوسك بس اديها للبنك على إنها وديعة لمدة عام بنوك مصرية ولا بنوك؟ لا أيا كان بنوكك اللي شغالك هو مصر البنوك الأهلية البنوك الخاصة المهم بنوك تعمل تحت مظلة البنك المركزي كويس البنك المركزي خلاص أنت أودعت في الخارج في حسابك الألف دولار ومعك ورقة مستند بيقول خلاص فلوسك موجودة في الحفز والسون وديعة لمدة سنة تاخد عليها فيها يجي البنك المركزي يعمل مزاد ويقابل رؤساء البنوك دول ويقول لهم إحنا عايزين نقترض الستة مليار دولار دول فيكتمع مع بعض يدبروا حاجة اسمها كونسيرتيوم يعني اتفاق بين البنوك ويقدموا الستة مليار دولار للبنك المركزي والبنك المركزي يدي اللي هو السق اسمه سنة خزانة دولاري ليه هؤلاء البنوك إن أنا مقترضة لمدة سنة أو سنتين بالفايدة المتعرفة عليها يبقى أنا كده دعمت الحكومة حلت لها خمسين في المية من المشكلة اللي هي عايزها لكن ده الجزء الأول من الموضوع الجزء التاني إن إحنا علينا علشان ناخد الستة مليار دولار والمصرين في الخارج يسقوا في الحكومة وفي الدولة يبقى علينا نحط ضوابط حلو قبل ما تخشيلي في الضوابط نشوقهم شوية فضل لإن حل حلو جميل جدا فضل إنت بتقول لي بعد ما كل مصري يحط ألف دولار ويبقى عندنا في البنوك المصرية تحت مظلة البنك المركزي ستة مليار مليار دولار مليار دولار يعني ستة وتلاتين مليار مصري أيوة تمام البنوك حتقرض الحكومة طيما ها قل ردي إحنا طلبين من البنوك المصرية إنها تقرض الحكومة ما البنوك المصرية ما عندهاش أول حاجة بتقرضها بالجنيه المصري ما الجنيه المصري موجود ما إحنا قلنا إحنا مش عايزين ناخد الجنيه المصري اللي موجود في البنوك عشان السوق يشتغل هدفك معناها هدفك إن أنا أقرض الحكومة المصرية دولار دولار أيوة مش مصري. مش مصري. بس انا عايز اقول حاجة. اه. اول الستة اه اه كده هتخلينا ادخل على فكرة. اه. النتائج بقى يعني. انا عايز اقول انا عايز اقول انا احنا بحاول افهم. اوكي. عشان اللي بيشتفرجوا علينا دلوقتي يمكن يكون عندهم السؤال ده. انت احنا قريدي كده 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 بنطلب من البنوك المصرية ان احنا نقترض منها دلوقتي. من قبل من قبل ما حداك تقول الفكرة دي. اه. لما قلت الفكرة دي وصلتنا في الاخر ان احنا بنقترض برضو من البنوك المصرية. اه. بتقترض من البنوك المصرية. ولكن بقى. دولار. اولا الدولار غير متوافر داخل البنوك المصرية دلوقتي. عزيز. مش مده. حاجة بدليل ان البنوك المصرية لما بتحتاج دولار بتروح للبنك المركزي يدي لها فلوس. حلو اه. جزء التاني احنا ليه محتاجين دولار? عزيز. محتاجين جنيه. تفضل. واحد علشان نستورة سلع من الخارج. هنجيب الحاجات من بره ازاي. سلع غزائية. سلع وسيطة دخلة في الصناعة. اتنين. علشان نسدد ديوننا الخارجية. ما انت عليك كل ستة اشهر. عليك مبلغ لازم تدفعه للخارج في حدود واحد ونص مليار دولار. كويس. تلاتة ان انت لو جات حصل سوق سودة للدولار والجنيه. بنك مركزي يروح ضاخل دولارات في السوق. فيروح مطفي فكرة السوق السودة. اذا انت محتاج دولار. مش محتاج جنيه. نعم. الحاجة التانية ان انت في فايدة كمان هترجع لك. انت الاحتياطي بتاعك النهاردة عشرين مليار دولار. كويس. تصنيفك الاقتماني الخارجي. يعني المؤسسات المالية الدولية. مم. كل اشعر بتطلع بتقول يا اخوانا البلد دي وضعها الاقتصادي كزا. مم. يبقى ايه? يبقى بيق الف بيه جيم كزا. وعملها تنزل هي. وعملها تنزل. اه. اول انت تخيل لو انت كان معك الف جنيه في حسابك الشخص يبقى الف وخمسمية. يبقى انت تحس ان انت وضعك الاقتصادي الشخص كوي. نعم. طب انت كان معك عشرين مليار دولار. هيبقوا ستة وعشرين مليار دولار. يبقى انت هتطلع شهادة للبنوء للمؤسسات المالية الدولية. مم. بتقول انا بقى معي دلوقت ستة وعشرين مليار دولار. فكده يشعروا يشعروا بالامان. يبدأ يرفع تصنيفك في الخارج برا. يقول لك الحكومة دي جتلاها فلوس. اللي عايز يسلفها يروح يسلف بفايدة اقل. كلما تزيد فلوس الاحتياطي بتاعتك. الخارج لما يجي يسلفك يسلفك بفايدة يا قل. حلوة قوي. لو انا شغل في شغلانة. دخل الف جنيه. كويس. جيت استلفت مية جنيه. حلائل مية جنيه بسهولة من اي احد. فاهم. وبفايدة اقل. بس لو دخلي صفر. نعم. اي حد هيسلفني هيسلفني بفايدة علي. ليه? يقولك انا مضمنش تسدد ولا ما تسددش. صحيح. يبقى احنا نرجع ليه المثال بتاعنا. يبقى احنا عايزين دولارات ستة مليار دولار. بس علشان الستة مليار دولار والمصيم في الخارج. يبقوا في هذا الحماس. لازم نشترط على البنك المركزي والحكومة شوات شروط. صدت. واحد ان الفلوس دي اول ما تدخل البنك المركزي يجب ان تنفق في امور محددة. واحد انك تستورد لي بيها سلع غذائية رئيسية. امح. سكر. زيت. لكن ما تستورد ليش بيها سلع رفاهية. ما تجيب ليش عربية بي ام و مرسيدس. ماينفعش. واحد. اتنين. ان انت ما تساعدش على تهريب تلك الاموال للخارج. يعني ما يجيلكش اي واحد مصري عربي مستثمر معا كم مليار جنيه عايز يهرب فلوسه للخارج. فانت تروح مسددها لهم الفلوس دي. ماينفعش. تلاتة. ان انت لازم اسبوعيا كبنك مركزي تطلع تعلن على الرأي العام. وعلى المصريين في الخارج احتراما لهذا الدع. انا انفقت مثلا ميت مليون دولار. حطتهم فين. استوردت غذاء كذا. سددت جزء من مديونية مصر في الخارج. عزيم. يبقى احنا لازم تحطي لي هذه الضوابط. تلاتة. ان احنا النهاردة مثلا بنستورد سلعة زي الامح. كويس. تخيل الامح ده بقى لنا عشرات السنين وتحديدا في النظام السابق بنستورده. بدل وزارة التموين ما تروح تستورده مباشرة من التجار برا يعني او المؤسسات برا. بتكلف شركات داخل مصر انها تستورده. شركات قطع اخوات. بياخدوا عمولة. بياخدوا عمولة. طيب. هل احنا بقى نجيب فلوس المصرين في الخارج عشان ندعمول للناس? لا. يبقى وزارة زي وزارة التموين دلوقتي. تستورد هذه السلع بدون وسيط. مباشرة عشان توفى العمول. حطيت انت المعايير دي والضوابط دي. لازم. على البنك المركزي وحكومة دكتور الجنزولي تقول حاضر وتوافق. ليه? لان انت كنت كده كده هتوافقي على شروط صندوق النقد الدول. اللي كان هديكي تلاتة مليار دولار. يبقى ابنائك في الخارج. لما هيجوا يديكوا ستة مليار دولار. وما بيقولكيش احنا عايزين فايدة عشرة في المائة. ما بيقولكيش اي حاجة سوى اللي صالح البلد والمواطن اللي في مصر. نعم. اضافة لو الحكومة التزمت بده. مم. وبالضوابط دي. مم. والبنك المركزي اعلن كل اسبوع هذا التقرير. بالشفافية دي. بالشفافية. اعتقد والمؤكد ان بعد مثلا تلات شهور اربع شهور يمكن تكرار تلك الدعوة مرة اخرى للمصرين اللي عاملين في الخارج. مم. يا اخواننا روحوا بقى مرة تانية دخل الف دولار. مم. علشان نكمل اتناشر مليار دولار. مم. اللي محتاجها الحكومة المصرية. والحكومة كده هتكون يستطيعها في اثمانين من ولادها. مش من مؤسسات دولية عما لا تفرض عليك شروط. استاذ محمد احنا في حالة ثورة زي ما كان ضيفي من شوية بيقول ان احنا في حالة ثورة لسه ما استقرناش. وان الوضع الاتصالي احنا بنحاول نحله وكده. انا كواحد بيشتغل برا مصر وحبطالب مني ان انا احط لك الف دولار. طبعا انا. في حسابك الشخص مش تبرع. انا طبعا بحب مصر اكتر من الف دولار. مم. فممكن يكون كثير من المصريين يحط لك اكتر من الف دولار. لكن اه اه اتضمان انك انت اللي هتدهوني ان الالف دي او غير الالف دي مستقرة. يعني مش هتروح علي. احنا اسفين اصل حصل انهيار اقتصادي في البلد فمعليش اصل مايش حينفع ان انا ادهلك دلوقتي. كمان شوية. اول حاجة ان احنا احنا محددين رقم الف دولار ده متوسط. يعني في واحد كمواطن مصري يستطيع ان هو تقطه يحط المية دولار. يحطه. بس في مقابله هيبقى فيه مصري تانى يحط خمس تلاف دولار وعشر تلاف دولار. تمام. بس بنقول ان المتوسط ممكن يوصل الى الف دولار. عظيم. اتنين احنا واخدين يوم خمسة وعشرين يناير للمبادرة ده رمز يعني ان ده العيد الاول للثورة. عظيم. لكن انت لو عايز تحط قبل خمسة وعشرين يناير اودي عايز تحط بعد خمسة وعشرين يناير. تمام. الالف دولار بتاعتك مضمونة لان انت كده كده بتحول فلوسك طول العام للبنك. عظيم. يعني ما فيش حد جي قال البنك المركزي المصري من البنوك القليلة جدا في العالم التي تضمن ودائع المودعين في البنوك داخل المصر بنسبة مية في المية. يعني انت لو انت حطت الف دولار مسلا في امريكا البنك يضمنها لك بنسبة خمسة وثمانية تسعين في المية. هنا جوه مصر لا البنك المركزي ملتزم بسداد مية في المية من اي فلوس انت تحطها كوديعة. عظيم. فهي مضمونة اه مضمونة. الحاجة التانية احنا هدف الدعوة اساسا او جوهرها ان انت لا تتبرع. ما بنقولكش تبرع. لا ساعد اقصد بلع. حط الالف دولار جوه حسابك الشخصي. لمدة قد ايه? اه عام. سنة. اه وديعة هتاخد عليها العائدة والفايدة بتاعت. بس عشان نقرد ده ليه الحكومة المصرية. وبالتالي تقدر تتحرك. ام. يعني بدل فكرة اللجوء الى الدين الخارجي من مؤسسات دولية تفرض شروط. نعم. كبيرة جدا. ساز محمد انا لو طب يعني هل اساعد هل ممكن اكون بساعد ان انا مسلا عندي وديعة واحط شوية فلوس اه ولا ده معناه ان انا. انت بتكلم جوه مصر ولا برا مصر? لا يعني لا جوه مصر. جوه مصر انا اتمنى. انا كده ما بساعدش. لا انت بتساعد بالقاتي لو انت مسلا لو ما دي جزء تاني من الحملة. بس ننتظر اول رد الحكومة على الحملة المبادرة الاولى. اه. ان لو توجه عدد كبير من المصرين اللي عندهم حسابات داخل البنوك. حسابات شخصية. ام. بالعملات الاجنبية. نعم. وقرروا انهم يحولوا عشرة في المية من الحسابات دي. ام. للجنيه المصري. ام. على طول الجنيه سعره هيرتفق. هيبقى قوي. ام. الحاجة اللي كنت بتشتريها بعشرة جنيه. ام. ممكن تلاقيها بتمانية. ممكن تلاقيها بسبعة. ام. بتسعة. بس هيحصل لك توفير. ام. والدولار هيبقى متوفر. هي القصة ايه. انا دلوقتي مستثبت. عايزة استورد بضاعة من الصين من امريكا. ميتة ميت مليون دولار. فبروح للبنك اللي انا بتعامل مع البنك المصري. تمام. البنك الايه لبنك مصري. ايه بقدفع بالدولار. بقى لا. بقول لو سمحت. مول لي. انت كبنك مول لي. ام. شرى البضاع دي من الخارج الميت مليون دولار. كويس قوي. وبديله المصري. يعني تفضل دول كذا كذا خلاص. نسبة كام جاء. لو البنك مع فلوس. البنك بتاعي ده. ام. هي مولي البضاع. ام. لو ما معوش بيروح فين. بيروح رايح للبنك المركزي. ام. فالبنك المركزي يروح مديله الميت مليون دولار. ام. طيب احنا عايزين نوفر دولارات داخل البنوك. ام. اللي بتعمل في مصر. نعم. ان احنا بنقول ايه لو سمحت انت كآآ صاحب حساب شخصي. ام. حول جزء من اموالك بالعملة الاجنبية الا العملة المصرية. اللي هو العشرة في المائة. تمام. الجنيه المصري. هيرتفع. امتو. وخلي بالك ارتفاع امتو. ده معناها زيادة في دخل المواطن المصري بالتبعية. ام. يعني لو انت كنت بتقبض الف جنيه. ام. هتحس وكنت بتشير بيهم سلعات معنا. ام. هتحس في الفترة التانية. ام. بعد هذا التحويل الى ان اللي كنت بتشيريب الف ممكن تشيريب تسعمائة. يبقى حاجتين. الحاجة الاولانية انه اه المصريين المغتربين اللي بيشتغلوا برا مصر. في اي حتة في العالم. يحط كل واحد منهم الف دولار. الله. الله يزيده. يعني. اللي يحط عشر تلاف بيت الف دولار. او اكتر من الالف دولار في حسابه الشخصي في مصر كوديعة. كوديعة. لمدة عام. ونتمنى ان ده يحصل يوم خمسة وعشرين يناير. يناير. ازا حصل قبل بيش هنقول لا. ازا حصل بعد. بس هبنو طالب. كاحتفال بصورة خمسة وعشرين يناير. وارواحش. والحاجة التانية. وارواحش شو هده. والحاجة التانية هو اي واحد مصري عنده حساب بالدولار او باليورو او 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 او. حاول قد ما تقدر انك انت تصل. احنا بنقول له عشر في المية. عشر في المية. وجرب الحكومة. اه. والله لو لقيت البلد ماشي كويس. تمام. الحكومة بتشتغل لصالح المواطن. اه. اذا لقيت ما تستهلش ما تكررهاش. ان انا اصرف الدولار اللي عندي في البنك عشر في المية منه او اليورو او اي عملة تانية. فالجنيه المصري حيرتفع. والعملة الاجنبية. هتنخفض وده فايدة لبلدنا. للجميع بما فيه هزا المواطن. الاستاذ محمد علي خير الكاتب الصحفي. نتمنى ان المسئولين في الحكومة المصرية الدكتور كمالي الجنزولي يا رب يكون هو بيصحى بادري عموما. اه اتمنى ان هو يكون سمع اه الاستاذ محمد وعلى فكرة اه يعني احنا عندنا عنوان للبرنامج يا رب حد من الحكومة المصرية يكون اه اه سمعنا. يشوف الفقرة دي ويسمع كلام الاستاذ محمد. كلنا بنحب مصر وكلنا عايزين الخير لمصر. في جروب على الفيسبوك للمبادرة. تمام. مبادرة دولارك لبلدك دولارك دولارك لبلدك ونهارك سعيد لكل الناس. فاصل يا راجعين.